السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم مرحبا بكم في مقرر المهارات الرقمية للصف أول متوسط الفصل الدراسي الأول مع موضوعنا تعلم الأساسيات الدرس الأول أجهزة الحاسب اثنين ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق من حاسب أنواع أجهزة الحاسب ثم مكونات الحاسب وأجزاء الحاسب الرئيسة تعلمنا أن جميع هذه الأجهزة سواء من جهاز المكتبي أو جهاز المحمول أو الجهاز الحاسب المدمج أو ألعاب الفيديو أو الأجهزة الهواتف الذكية أو أجهزة التاب جميعها أجهزة حاسب آلي ما الحاسب؟ عرفنا هنا الحاسب الآلي وهو جهاز إلكتروني لديه القدرة على المعالجة والتخزين واسترجاع البيانات هو جهاز إلكتروني لديه القدرة على معالجة وتخزين واسترجاع البيانات ثم تحدثنا عن أنواع أجهزة الحاسب الآلي ولدينا أول أنواع الحاسب الآلي وهو الحاسبات الشخصية الحاسبات الشخصية من أكثر الأجهزة أو الحاسبات شيوعاً حيث يمكن أن تجدوها في منزلك أو في مدرستك مثل الحاسب المكتبي والمحمول واللوحي والهواتف الذكية الخوادم سيرفرز الخوادم هي حاسب أو هو حاسب مركزي يستخدم في المؤسسات المتوسطة الحجم والتي تسمح بتعدد المستخدمين ويوفر خدمات مختلفة لأجهزة الحاسب الأخرى ومن أمثلة الخوادم عندنا خادم الملفات وخادم الشبكة أجهزة الحاسب العملاقة سوبر كمبيوتر هي أجهزة حاسب قوية جداً ذات قدرة معالجة عالية عادة ما تكون كبيرة الحجم ويمكنها إجراء ملايين الحسابات في نفس الوقت مشغل ألعاب الفيديو هي شكل من أشكال أجهزة الحاسب تتيح لك ألعاب الفيديو بشكل فردي أو جماعي عبر الأنترنت وتصفح الشبكة عن كبوتية أيضاً أجهزة بحاسبات مدمجة يمكن العثور في محيطك على العديد من الأجهزة التي تقوم التي قد تتضمن حاسبات مدمجة بأشكال مختلفة تقوم بمهام محددة كأجهزة الصراف الآلي والسيارات والطيارات وحتى الغسالات مكونات الحاسب عند الإشارة إلى مكونات الحاسب يتبادر إلى الذهن كل من المكونات المادية والبرمجية أول مكونات الحاسب الأجهزة أو المكونات المادية للحاسب وهي الأجزاء المادية الكهربائية والميكانيكية والتي يتكون منها الحاسب وتتضمن الشاشة واللوح الأم والرقائق وغيرها البرامج وهي مجموعة من التطبيقات المثبتة على الحاسب التي تحتاجها لتكون قادرا على تشغيله مثل نظام التشغيل وكذلك التطبيقات مثل مايكروسوفت وورد أجزاء الحاسب الرئيسة يحتاج الحاسب إلى بعض المكونات الأساسية ليعمل مثل اللوحة الأم ووحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والقرص الصلب اللوحة الأم ماذربورد هي بمثابة المركز الرئيس للحاسب الذي تتصل به ومن خلاله جميع الأجزاء الأخرى كوحدة المعالجة والذاكرة والقرص الصلب والأجهزة الملحقة الأخرى تتمثل مهمة لوحة الأم في جعل جميع هذه الأجزاء متصلة وتعمل معا بنجاح المعالج ووحدة المعالجة المركزية CPU وهي بمثابة العاقل بالحاسب حيث تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات الإدخال والإخراج التي تمكن الحاسب من القيام بمهام المذهلة يتم حساب سرعات وحدة المعالجة المركزية بين هيرت ذاكرة الوصول العشوائي رام هي الذاكرة الرئيسية للحاسب والتي تقوم بتخزين المعلومات البيانات المطلوبة المطلوب معالجتها بواسطة وحدة المعالجة المركزية لفترة قصيرة من الزمن تعد سعة ذاكرة الوصول العشوائية مهمة جدا لعمل الحاسب وسرعته تفقد البيانات المخزنة عليها عند إيقاف تشغيل الحاسب أو انقطاع التيار الكهربائي القرص الصلب هو جهاز التخزين الرئيس في الحاسب يستخدم لتخزين البيانات واسترجاعها دون تأثيرها بانقطاع التيار الكهربائي عنها يتم تخزين جميع البرامج بما فيها نظام التشغيل والملفات يتميز القرص الصلب بسعته الكبيرة التي تسمح بتخزين كمية ضخمة من البيانات والمعلومات وقد يصل حجم القرص الصلب في الوقت الحالي إلى 20 تيرا بايت بطاقة الفيديو فيديو كارد تقوم بتحويل البيانات من وحدة المعالجة المركزية إلى صور على الشاشة وكلما زادت قدرة طاقة الفيديو كانت جودة الصورة الظاهرة على الشاشة أفضل فاعلامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة جهاز الحاسب الآلي يتكون من مكونات مادية فقط أحسنتم خطأ وحدة المعالجة المركزية هي بمثابة العقل بالنسبة للحاسب وتقاس سرعتها بالهيرتز أحسنتم العبارة صحيحة يتم تخزين البيانات بذاكرة توصول عشوائي رام للقراءة فقط لا يمكن تغييرها أحسنتم العبارة خاطئة ماذا سنتعلم في هذا الدرس سنتعلم في هذا الدرس الأجهزة الملحقة بالحاسب ثم بعض من لنطبق معا الأجهزة الملحقة بالحاسب هي أجهزة طرفية متصلة بجهاز الحاسب ولكنها ليست جزءا منه وبعبارة أخرى فإنها تزيد من إمكانيات الحاسب لكنها ليست ضرورية لتشغيله تنقسم هذه الأجهزة إلى أربع فئات أول فئة التي هي أجهزة الإدخال أجهزة إدخال نستخدمها لإدخال البيانات طيب عندنا أجهزة الفئة الثانية وهي أجهزة الإخراج تستخدم لأخراج البيانات من الحاسب الآلي ثم عندنا أجهزة الإدخال والإخراج وهي أجهزة تقوم بإدخال وإخراج البيانات في الوقت نفسه ثم عندنا أجهزة التخزين وهي التي تقوم بتخزين البيانات تمهي الطلب المعلمة فواز أن يكتب تقرير مطبوعاً ببرنامج الورد عن الطابور الصباحي في المدرسة بصفحتين ويضيف لها بعض الصور ما هي الأجهزة التي سيستخدمها فواز في هذا التقرير؟ سيستخدم جهاز حاسب سواء جهاز مكتبي أو جهاز محمول سيستخدم لوحة مفاتيح وفارة ليتمكن من إدخال البيانات بلوحة المفاتيح أو للتحكم في البرامج عن طريق الفارة ثم سيستخدم الكاميرا الرقمية لإدخال الصور إلى الحاسب ثم سيستخدم الطابعة لإخراج التقرير أو البيانات بشكل مطبوع على ورق أجهزة الإدخال وهي الأجهزة التي تساعد المستخدم على إدخال البيانات مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتحكم في الحاسب ومن الأمثلة عليها لوحة المفاتيح كيبورد وهي من أهم أجهزة الإدخال التي يمكن للمستخدم من خلالها إدخال النصوص وإعطاء الأوامر للحاسب ثم الفارة ماوس وهي جهاز استخدم للإشارة إلى العناصر الموجودة على الشاشة وتنفيذ الأوامر من خلال ضغط على أزرارها ثم عندنا لوحة الألعاب جيمباد وهو وحدة تحكم خاصة بالألعاب تمكنك من إعطاء الأوامر والتنقل داخل الشاشة المايكروفون أو تسمى اللاقط يساعدك على تسجيل الصوت وحفظه بشكل رقمي ويمكنك إجراء تغييرات من خلاله باستخدام برامج تحرير الصوت كنكت جهاز تم تصميمه بواسطة مايكروسوفت لاستخدامه كأداة استشعار مزودة بالكثير من الأمكانيات Surface Dial يعد نوع جديد من أنواع الأجهزة الطرفية التي تستخدم كأداة للعمل الإبداعي كاميرا الرقمية Digital Camera تستخدم لالتقاط الصور أو مقاطع مرئية Video ويمكنك بعد ذلك تخزين هذه الصور والمقاطع على الحاسب الخاص بك كاميرا الويب أو ويب كاميرا تستخدم في إجراء مكالمات الفيديو والتحدث مع الآخرين حول العالم ماسح ضوئي سكانر يستخدم في مسح المستندات والصور وغيرها وتخزينها بشكل رقمي على الحاسب الخاص بك أجهزة التأشير تقوم بنفس وظيفة الفارة ولكنها تأتي بأشكال مختلفة على سبيل المثال لوحة اللمس وهي لوحة تستخدم للتحكم في المؤشر على الحاسب المحمول أما كرة التتبع فهي تشبه الفارة مقلوبة ذات كرة كبيرة يتم استخدامها لتحريك المؤشر أجهزة الإخراج وهي جميع الأجهزة المتصلة بجهاز الحاسب والتي تعرض نتائج معالجة البيانات بعض أنواع هذه المخرجات هي نصوص والرسومات والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو ومن الأمثلة على أجهزة الإخراج أولا الشاشة أو وحدة العرض المرئية وهي جهاز الإخراج الرئيسي للحاسب والتي تعرض نتائج تفاعل المستخدم مع الحاسب الطابعة برنترد تستخدم لطباعة نتائج معالجة البيانات على الورق كمستندات تتم الطباعة باستخدام الطابعات النفاثة للحبر التي تستخدم الحبر السائل أو طابعات الليزر التي تستخدم الحبر الجاف كما هو الحال بالنسبة للآلات التصوير المستندات تعد الطابعة النفاثة للحبر من أرخص أنواع الطابعات ولكن طابعات الليزر أكثر سرعة وجودة في الطباعة مكبرات الصوت تستخدم للاستماع إلى الأصوات أو المؤثرات الصوتية في ألعاب الفيديو أجهزة الإدخال والإخراج أجهزة تمكنك من إدخال وإخراج البيانات من وإلى الحاسب الخاص بك أصبحت هذه الأجهزة تستخدم في نطاق واسع من أمثلة على أجهزة الإدخال والإخراج شاشة اللمس تمكنك من إدخال البيانات للحاسب باستخدام أصبعك مع معاينة النتائج على الشاشة في نفس الوقت نظارة الواقع المعزز جهاز مصمم على شكل زوج من النظارات وتحتوي هذه النظارات على شاشة بمستوى نظر العين اليمنى وتستخدم تقنية الواقع المعزز ومن الأمثلة نظارة جوجل نظارة الواقع الافتراضي وهي نظارة تحاكي بيئة حقيقية أو خيالية بواسطة الحاسب أجهزة التخزين يمكن تخزين البيانات في الأقراص الصلبة في جهاز الحاسب الخاص بك وأيضا على أجهزة خارجية لنقلها إلى حاسبات أخرى تعد سعة التخزين وسرعة القراءة والكتابة هي السمة الرئيسية لهذه الأجهزة يتم قياس السعة التخزينية لهذه الأجهزة بوحدة البيت والكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت من الأمثلة على أجهزة التخزين القرص الصلب الخارجي وهو جهاز تخزين خارجي يمكن حمله في أي مكان وتوصيله بأي حاسب الأقراص الضوئية تعد نوعا آخر من أجهزة التخزين عندنا أول قرص من أقراص الضوئية وهو القرص المضغوط CD Drive يخزن حوالي 700 ميجا ثم لدينا القرص الفيديو الرقمي DVD Drive يخزن 4.7 جيجا بايت للعادي أو 17 جيجا بايت لأقراص الفيديو الرقمي المزدوجة ولدينا أقراص بلوري يخزن ما يصل إلى 50 جيجا بايت ذاكرة الفلاش USB ذاكرة الفلاش المحمولة تستخدم لنقل البيانات بين الأجهزة وتتميز صغر حجمها وقد تطورت سعتها التخزينية بشكل كبير مما زاد من قدرتها على التخزين المزيد من البيانات بطاقة الذاكرة Memory Card تستخدم بطاقة الذاكرة على نطاق واسع في الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو والهواتف الذكية صل كل جهاز بما يناسبه من فئة الأجهزة عندنا هنا جهاز تخزين وجهاز إخراج وجهاز إدخال وجهاز إدخال وإخراج أولا نبدأ في جهاز تخزين هل لوحة المفاتيح جهاز تخزين أو نظارة جوجل أو السماء؟ سمعات سبيكر أو القرص الصلب الخارجي أو الفلاش ممري يو اس بي أحسنتم فلاش أو ذاكرة الفلاش يو اس بي عندنا ذاكرة القرص الصلب الخارجي ثم جهاز إخراج أحسنتم التي هي السماعة لإخراج الصوت ثم جهاز إدخال أحسنتم هي لوحة المفاتيح لإدخال البيانات النصية ثم جهاز إدخال وإخراج أحسنتم نظارة جوجل لنطبق معا اختر الجهاز المختلف عن بقية الأجهزة في كل مجموعة مما يلي مع ذكر السبب المجموعة الأولى عندنا لوحة المفاتيح ثم الفارة ثم لوحة اللمس ثم مكبرات الصوت والمايكروفون لوحة المفاتيح هي جهاز إدخال الفارة جهاز إدخال لوحة اللمس التي تجعلها اللابتوب المحمول هي أداة إدخال تشبه الفارة طيب مكبرات الصوت التي هي السماعات هل هي أداة إدخال أم إخراج تعتبر أداة إخراج المايكروفون أداة إدخال لإدخال الصوت فالمختلف من هذه الأجهزة عن المجموعة هي أحسنتم مكبرات الصوت المجموعة الثانية عندنا الطابعة الشاشة مكبرات الصوت الفارة السماعات الرأس أولا الطابعة لإخراج البيانات ورقيا ثم الشاشة لعرض النتائج على الشاشة وأداة إخراج مكبرات الصوت لإخراج الصوت ثم الفارة لإدخال الأوامر إلى والتحكم في الحاسب سماعة الرأس إخراج الصوت فالمختلف داخل هذه المجموعة هي أحسنتم هي الفارة وهي أداة إدخال ماذا تعلمنا في هذا الدرس تعلمنا في هذا الدرس الأجهزة الملحقة بالحاسب ثم لنطبق معا إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين